في ملء الزمان جاء حب الله للإنسان ملء الزمان عندما اكتمل كل شيء في الوقت المعين لا قبل ولا بعد بالضبط في التوقيت المناسب ولد يسوع المسيح كما بشر الرعاة هأنذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فعلا هذا الحب ظهر من خلال يسوع المسيح الله محبة وهذه المحبة مش شيء جديد على الإنسان لكن ما كانتش في الإعلان الكامل مثل ما جاء يسوع بهذا الإعلام أعلن أنه هو المحبة المتجسد في ملء الزمان ظهر حب الله بإعلان واضح من خلال يسوع المسيح وأية محبة انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله ثم يقول ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاط مات المسيح لأجلنا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في ملء الزمان في ولادة يسوع المسيح ظهر حب الله للإنسان من خلال شخص الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا جاء لكي فعلا يحقق كل تطلعات الأنبياء قديما وكل تطلعات البشرية كما كتب الرسول بطرس الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة لأجلكم بطرس الأولى صحاح الأول جاء مشتهى كل الأمم جاء مخلص العالم جاء نور للأمم الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور جاء رجاء الأمم وعلى اسمه يكون رجاء الأمم جاء رئيس السلام ملك السلام إله السلام بل جاء سلامنا يسوع المسيح لقد جاء عمانوئيل الله معنا وفعلا من اللحظة اللي تمت فيه النبوة أن يسوع يدعى اسمه يسوع هذا الاسم اسم يسوع المخلص بيعني يهوى يخلص لكن اللقب عمانوئيل وهذا عمل وحدث أن الله معنا مش بيظهر كما في العهد القديم من خلال خيمة الاجتماع أو قدس الأقداس مجد الرب كان يحل من فترة إلى فترة أو بيتكلم من مكان حضور الله أو عندما صار مع الشعب في البرية لكن مكتوب رأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً عمانوئيل الله معنا إلى آخر شيء لما الرب أعطى الوصية العظمى قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر حقاً في ملء الزمان جاء عمانوئيل الله معنا لقد جاء الملك ليؤسس ملكوت جديد مملكة لا تزول مملكة لا تنتهي مملكة لا تنقرد جاء ليكلمنا من خلال الإبن كلمة الله وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطيانا جاء في ملء الزمان ربنا يسوع المسيح ليقدم لك الخلاص الكامل في هذا العيد أحبائي دعونا نمجده دعونا نسبحه دعونا نعظمه لقد جاء المخلص ليخلص من الخطيئة وكل من يأتي إليه لابد أن ينال الحياة الأبدية هل تريد الحياة الأبدية؟ صلي قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أشكرك لأنك مدت على الصليب من أجل خطيئي وقمت من الأموات لأجل تبريري يا رب أنا بدعوك إلى حياتي بسلمك قلبي سامحني وطهرني من كل إثم وغسلني بدمك الكريم وأنا بقبلك الآن كرب مخلص في اسم المسيح يسوع آمين إذا صليت شارك أيضا مع الآخرين وعمل شير ولايك حتى اتعم الفادي الفادي لأكبر عدد ممكن والرب يبركك ترجمة نانسي قنقر